اشتركوا في القناة 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 اعقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في اوروبا مؤتمره السادس عشر في روما الايطالية في الفترة من رابع عشر وحتى ثامن عشر من ابريل الجاري تحت شعار تحرير عموم افريقيا مع القيادة الراشدة وشارك في المؤتمر اكثر من ثلاثمائة شاب وممثلي الجاليات والتنظيمات الوطنية قدموا من ارتريا اوروبا وامريكا وكاندا واستراليا وافريقيا وقدمت رئيسة لجنة المؤتمر السادس عشر وكذا رئيسة شباب الجبهة في اوروبا كلمة الافتتاح فيما القى مسؤول الجبهة اقليم الخارج السيد ميكيل تفري وسفير ارتريا في ايطاليا السيد فساسين بيتروس وكلمتان اشهدى فيها بدور شباب الجبهة في البرامج الوطنية منوهين بانها تتظلب مساهمات مكثفة وعي عال ومتانة الترابط كما القى مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية السيد يماني قبرآب كلمة عبر تقنية الفيديو الافتراضي من اسمرة شرح فيها الاهداف الرهنة التي تؤمل وترشد العمل الفعال لانجاز تأطرات قوية وبرامج تعبئ فاعل في الوقت الذي نشهد فيه متغيرات متعددة اقليميا وعالميا مشيرا الى توقعاته بان يجري او يجري شباب الجبهة حوارات نغاشية تساعده على تنفيذ مهمه المرحلية بتعزيز وتمتين هيكله وقيادته والخروج بفهم مشترك وبرامج واضحة وقدم موثلو الحركة الشبابية في المناسبة تقارير انشطتهم والتحديات التي ظلت تواجه انشطتهم متعهدين العمل بقوة مستقبلا كما قدمت اوراق عمل بحثية حول حركة تحرير عموم افريقيا مع القيادة الرشيدة ودور شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاعمال الدبلوماسية في الاتحاد الافريقي ودور شباب الجبهة في مفهوم القرن الافريقي وتأمين السلام وتصدي لمؤامرات الهيمنة والاستحواز ودور الاجيال في اعمار البلاد وكذلك اثار عدليس التاريخية وغيرها من مواضيع كما قدمت في المناسبة تجارب ناموزجية عكست دور ومساهمة الشباب الافريقي في اعمار البلاد والنضال العالمي ضد الهيمنة والضغوطات والحركة العالمية التي اطلقها شباب القرن الافريقي بشعار ليس مرة اخرى وتأثيرها وشباب ارترية في التقانة هذا وصادق المؤتمر في ختام عمله على القرارات النهائية وشهد المؤتمر فعاليات فنية عكس التاريخ صمود الشعب الارتري بوضع الاعتبار للمرحلة الرحينة افاد المركز الصحي في سرجق ارتفاع خدمات رعاية الاموم والطفولة بنسبة 14% في الربع الاول من هذه السنة لترتفع الى 92% مقارنة عن العام السابق التي كانت 78% ووضحت مديرة المركز الممرضة من ائتيس اقا قبر ماريان من النجاح الذي تحقق نتاج الوعي الصحي المتنامي واشار خبير الصحة العام الشاب سار قبر كدان الى تغطية جيدة لتطعيم الامهات والاطفال دعية الحوامل للقدوم مع ازواجهن لاجراء فحوصات الائتس وذكرت ان خدمات التحاليل المخبرية تقدموا في سرجقه وانبادره وزاقر نظم يوم الرابع السابع عشر من الشهر الجاري سباق الافتتاحي للجنسين لمنافسات سباق الدراجات لعام 2022 وجر السباق بمشاركة المتسابقان المحترفان بنيام جرماي وهينوكم الابرهان ومشاركة قوية للمتسابق الاولمبي دانيال تخلاهي مانوت اعجبت المشاهدين وفاز في سباق الذي قطى مسافة 100 كيلومتر كلنا من اخليل الرفايني وسامير برهانو واماني المحاري بالمراكز الثلاثة الاولى بينما فاز في النقاط المتسابقين في سهية كيه من فريق دندم بالميدالية الذهبية ومحارة ولدن من فريق بروتاش بالميدالية الفضية ودانيال برهي من فريق اس بيكو بالميدالية البرونزية وفي سباق السيدات فازت المتسابقة سارون تخلي من فريق الرهد بالمركز الاول وديان داويت واقسانة والداميكايل من فريق سراهر ساوى بالمركزين الثاني والثالث استشهد في السابع عشر من ابريل عضو قيادة الجيش الشعبي المناضل للعقيد كحساي حقوس زرئيت عن عمر بلغ واحدين وسبعين عاما جراء مرض ألم به التحق المناضل للعقيد كحساي حقوس بصوف قوات التحرير الإرترية في شهر نوفمبر من عام 1974 واخد ما لثمانين واربعين سنة في القوات المقاتلة من جندي عادي حتى إدارة هيئة الفرقة العسكرية من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة المناضل للعقيد كحساي حقوس زرئيت متزوج وأب لأربعة أبناء وقدو رياج ثمانه الثرة ظهر اليوم الثامن عشر من ابريل في مقبرة الشهداء في كرن وتعرب قيادة الجيش الشعبي عن بالي حزنها لاشتهاد المناضل للعقيد كحساي حقوس وتقدم تعزها اليسرتي ورفاقي المناضلين والزملاء بعد الفاصل سيداتي وآسادتي أعود بالأخبار الخارجية أعلنت القوات الجوية النيجيرية القضاء على سبعين مسلحا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في إقليم غربي إفريقيا في ضربات مشتركة مع النيجير في منطقة بحيرة شهد على الحدود بينهما وصرح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدواردا جيب كويتان الضربة الجوية أن الضربة الجوية تم تنفيذها في الرابع عشر من ابريل على منطقة تومبون ريجو ومعسكر تدريب خاص بمسلحي داعش مجاور لها وأوضح أن المقاتلات التي نفذت المهمة تنتمي لدولتين نيجيريا والنيجر أما عن توقيت العملية العسكرية فعادة ما تكثف القوات المسلحة النيجيرية ضربتها في هذا الوقت من العام الذي يسبق موسم أمطار الغزيرة أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ختام الاحتفالات بالذكرى السنوية لمؤسس البلاد على تجربة إطلاق منظومة جديدة من السلاح يمكن أن تعزز فعالية الأسلحة النووية التكليكية لبيونغ يانغ وتتزامن هذه الزكرة السنوية مع تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن وتنظم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية بانتظام تحتج عليها بيونغ يانغ معتبرة أنها استعدادات لحرب ولا تعد عمليات الإطلاق الأخيرة في سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة التي تشكل انتهاكا للعقوبات هذا العام بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عبر للقرات بكامل المدى الشهر الماضي وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن السلاح التكتيكي الموجه الجديد يرتدي أهمية كبرى ليحسن جزريا القوى النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى ويعزز فاعلية استغلال الأسلحة النووية التكتيكية كشفت وزارة الدفاع التونسية أن دولا عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة جارية تحمل ما يصل إلى نحو ألف طن من الوقود قبالة سواحي القابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية وغرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين سبعمائة وخمسين طن وألف طن من الوقود وأرسلت نداء الثقاثة على بعد سبعة أميال من قابس واستيابت له البحرية التونسية وأكدت وزارة الدفاع أن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر القمر الوردي هو ظاهر فلكي تحدث في بداية فصل الربيع من كل سنة عندما يكون القمر عند أقرب نقطة له من الأرض بمسافة تعادل 366 ألف كيلومتر تقريبا ومن المتوقع ظهور هذا القمر في أجزاء مختلفة من العالم ويعتبر أفضل وقت لرؤيته بعد طلوعه بفترة وجيزة أو في وقت لاحق عندما يرتفع قليلا فوق الأفق وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا في ختام نشرة أخبار المساء أعودوا فأذكروا بعنوينها بريتريات السنكرو بشدة نقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا إنعقاد المؤتمر 19 لشباب الجمهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا تطور الخدمات الصحية في سنة جفا مقتل وإصابة 70 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش في ضربات جوية بناء جينيا كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها النووية التكتيكية ودول تعرضوا مساعدة على تونس لتجنب كارثة بيئية بعد غلاغ سفينة انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإيرترية شكرا لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة